موسيقى ده المبنى الاجتماعي 2005 كان عبارة عن خمس تولدات بيطلعوا رواح كريهة وصلم عفنة وقرار ازالة كله خاف يشيله لما شيلته نفس العالة السفلة اللي بيتجرموا دلوقتي الرمز والتاريخ والجوراء كان بيتلاقي فيه مار كان بيذكروا فيه خلاص عمرو كان رمز ولا ده مش حرم المبنى اللي انت شايفه ده لأ شوفه تاني كده بقى كان مساحته قديه حوالي 40 متر 50 متر طبعا انت كنت تصغير ايامها وبتيجي بتشوفه اول ما شلته الهيجان حصل والتاريخ يا جماعة فيه قرار ازالة التاريخ والجورافي شايف بعمل زي دلوقتي 1200 متر تسع سنين متساب لقيت ميجي مرتضى منصور يبنيه تاني على فكرة ده بتأمينينا حمام سباح المكان ده حمام سباح ده رابع حمام سباح هتأمل في النادي تمام لو انا كنت سمعت كلام بتوى الرمز والتاريخ واصل ده الهرم المام ده يا ابني اللي كان بيلعبه فيه امار يا ابني دورة مية بانطلع عرف يا ابني قرار ازالة من المحافز يقعد تسع سنين اللي بايات ما اجي انا اعمله زي ما تشوفه صرح كبير الحمدلله 1200 قدامه حمام سباح الغراب ده بيبقى 5000 غراب في اليوم ده هو ده ايجيب اخواته الغراب ده بيجيب الفقر والنحس تمام كل اتحدى اللي قالك التاريخ والجغرافية كل مدرجات ده ايلى للسقوط وفيها قرار ازال اولا ممنوع تلعب عليهم ممنوع تتدرعب عليهم طب انا مستفيد بايه بقى التاريخ والجغرافية طب يا بتاع التاريخ هو نادي الزمالك كان فين قبل كده كان مكان دار القضايا العالي طب والتاريخ والجغرافية لما تناعل محد تصوت واتضوه فين مكان نادي القارج جديد فاصر النيل طب لما تناعل بعد كده وادوه مصح باللون لما تناعل بعد كده وادوه هنا محدش صارخ محدش لان هو مرتضى مصير بيعمل الدنيا هيجة تمام بس انا ايه ولا في دماغ الكلام ده مدام انا ومجلس محدش خد مليم عمولة يبتوع العمولات والسامسرة يلي مصيته دم النادي واخد بالك حسن حلمي نفسه خد جزء من نادي عامل ابوتيكات ولما خد جزء من نادي عامل ابوتيكات وبتضر يقولك يا عظيم شوف حسن حلمي بيجيب لنا في السنة مليون جنيه ياخد انا بيجيب لك اتنين مليار ومتين مليون ياخد عندك دم والحملة دي مش هتجيب تأثير فالسة بسيط جدا لو انا ااخد مليم عمولة معانا ممكن ايه وغير بيعمل كده اتنين مليار ومتين مليون عشرة افمية عمولة ابو كام متين وعشين مليون مظبوط محدش عندي خد اقلم رصاص وعايز اقول لي ركسان وحدتك مين انت كنت يقعد من مجل الزرق ده ممضوع عباس جايلك بجابك بالتعيين طب انت مشيتي ليه اختلفت من ممضوع عباس لي عشان ابنك التخين ملعبش في كرة السلة ومشوب الفريق عملت هيجان هو ده التاريخ وركسان وديكسان والقرف اللي احنا عايشين فيه انا مش هايز اتكلم اكتر من كده عشان لو ممكن اتكلم فيه ناس مش هايز اتكلم عن واحد مات يعني فاهدي كده بنتي عشان لو اتكلمت هتبقى مصيبة صودة على دماغك الجزء بتاع اللي تعمل حمدية الشازلية مش ده كان جزء منها دي؟ انا برضه لو فردت فيه مش انا اللي فردت فيه انما لما يجيلي عرض ب 2 مليار و 2 مليون واعمل استاد باسم استاد الزمالك عبدالطيفة برجيلا سابقا لان اللي عمل الاستاد ده مش محمد حسن حلمي اللي عمله واسأل والدك عبدالطيفة برجيلا احنا من زي اهو انت عايز ربنا كريمك ما زيفش التاريخ وبقين الرموز ايه ما تيجي تشوف اللي انا عامله شوف الصلاة جلال معوض فهم عمر مجد شرف حضائك هتيجي تشوف الاسبوع جاء اللي يفض بقيت زكا عثمان حسن عامر احمد مصطفى احمد رفعة برجيلا نبيل نصير حمد امام الناس المنسية دي كل ملعب باسم رمز من الرموز النادي شوف المتحف اللي تعامل الممر اللي كان الناس بتخطف فيه هو ده التكريم انما تقعد نقطات لتقول للتاريخ تاريخ ايه ده فيه اتنين واربعين عفريت بيطلعوا كل يوم هنا انت اناس اتنين واربعين واحد تقاتلوا برضو هناو انا بقى خلين لما استفيد لما اعمل استاد عالمي ستين الف يعني ستين الف استاد في ست اكتوبر استاد وانا قلت لأي شركة تيجي قبل ما استلم ده الاستاد الاول لما استين الف اول حاجة هلعب موتوشتي عليه نادي الاسماعيل جاي يلعب مثلا الاهلي او اي نادي هنا واخبالك اجرهوله فالكرام الفارغ اللي بيتقال اصلا الرمز والتاريخ تاريخ مين انا مش عايز الكلام اكتر من كده مش عايز اقول مين اللي كان بيعود يلعب امار طول النهار في نادي الزمالك وكان بيتقاسم مع اللعيبة في الفلوس عايب رمز ايه وزفط الطين ايه فانا ما بيهزنيش الكلام ده لخالد الغندور هيهزني ولا الحملة اللي عملها شويرها تهزني ولا الكلام دليل لازم عندي انا بعمل لمستقبل النادي والدليل المبنى الاجتماعي ده تاني